والغريب واللي يمكن ما كانش ملاحظ ابدا انه بالرغم من ان احنا سجلنا هدف في الدقيقة الاولى تقريبا او الدقيقة التانية لانه من الدقيقة الاولى كان واضح ان منتخب موزنبيق عنده افضلية بشكل كبير جدا على منتخب مصر في عملية الضغط والترحيل وحرماننا من مساحات التمرير الجيدة وحرماننا من خلق لعب زايد في مراحل اللعب المهمة اللي خلى المشكلة تزداد صعوبة هو انه رباعي خط الدفاع في منتخب مصر ما كانش عنده حلول اطلاقا في عملية التقدم بالكرة وانه هيقدر يعمل دريبل او يعدي واحد ضد واحد سواء محمد حمدي او محمد هاني او محمد عبد الماني عبد وحجازي ما كانوش بيتقدموا بالكرة بشكل كافي بشكل يستفز لعبة موزنبيق انها تخرج من اماكنها وتضغط عليهم وبالتالي نقدر نخلق لعب حر كل اللعب بتاعنا كان نمطي جدا وكان هادي جدا وده يمكن يجاوب على السؤال الاول انه ليه ما كانش موجود احمد فتوح ان كان ما عمدوش جهزية بدنية كافية يبقى انضمامه ما كانش انضمام جيد ولكن اذا كان موجود بجهزية بدنية اعتقد انه كان لابد ان يكون حل في الوقت ده في زل ضعف محمد حمدي في القيام بدور التدرك بالكرة والدور اللي بيقوم به احمد فتوح بشكل جاية جدا سواء مع عنادي الزمالك او مع منطقة مصر وبالتالي دي ممكن تكون اجابة التسأل الاول انه كان دوره يكون موجود احمد فتوح التسأل التاني واللي قد يبدو منطقي جدا هل لو كان فيه مدافع تاني غير احمد حجازي او غير محمد عبد المنعم او تحديدا احمد حجازي والياكن ياسر ابراهيم هل ده كان ممكن يحل جزء من مشاكلنا في ظل انه احمد حجازي ظهر في المباراة دي وكأنه منهج شوية بدنية مش اقوى حاجة هل ده كان ممكن يكون حل الاجابة انه من وجهة نظر الشخصية انه لأ لانه كانت معدلاتنا الاسسية انه احنا محتاجين المدافع بتاعنا يكون جيد اكتر بالكرة عنده جرأة اكبر على انه يتحرك بالاضافة لكده لانه ايجاد محمد صلاح في المناطق المهمة في المناطق اللي احنا كنا بنعرف نخرجه فيها او نستفيد منه كلام حر ما كانش بيحصل غير لما بيتم الترحيل على الطرف اليمين من الملعب وبالتالي صلاح بيهرب بنزول احمد سيد زيزو واحمد حجازي بيقدر يستحوز على كرة ويستغل قدرته على التمرير في انه يلعب باص مباشر طويل لمحمد صلاح في المساحة اللي قدر يستغلها محمد صلاح بحركة احمد سيد زيزو وبحركة الترحيل وجود محمد صلاح في المساحة دي في ظل خطوط ضغط مقفولة جدا من موزنبيك ومسافات بينية قصيرة مقفولة كلها بالكامل كان الحل الوحيد هو التمريرات الطويلة اللي احمد حجازي افضل فيها بكتير جدا من ناسر الراهيم وبالتالي ده يكون اجابة على التساؤل التاني اللي هو مهم جدا ولكن وجود احمد حجازي ومحمد عبد المنعم كان فيه مشكلة أسية مش رجعة لشخصيتهم او لأسمائهم بالفعل ولكن رجعة للأستراتيجية او لكيفية تنفيذ الدور الشكل اللي احنا حاولنا نشرحه بتاع ضغط موزنبيك اللي هو واحد بيضغط على المدافع والتاني بيكون قريب من الستة واحد من الاشكال اللي انتشرت في اوروبا من سنين مش مصيطة وكان ظهرت له بعض الحلول واحد من اهم الحلول اللي ظهرت انه الاتنين المدافعين يوسعوا عرض الملعب مع تقدم البكات علشان تسحب الاجناحة بتاعت الخصف ويكون فيه في العمق مساحة لان احنا نقدر نتمركز بشكل واحد ضد واحد بهذا الشكل لأو ده حصل والبكات بتاعتنا سحبت الاجناحة بتاعتهم وبقى عندنا قدرة ان احنا نخلق هذا الشكل ووجود الستر بكات بتاعتنا في مسافات واسعة ده يخلي نتدرج بالكورة حتى لو كان فيه استخدام لحادث البرمة هو بيعجز الاتنين المهاجمين دول اللي هما مضطرين يدفعوا عن مساحة واسعة جدا فيها عدد اكبر من اللعبة منهم وبالتالي الكورة لما تكون على الطرف ده والمهاجم ده يروح على المدافع ده ويكون ده قريب من الستة لما الكورة بتطلع هنا تاني المفترض في الحالة دي انه يكون محمد النني او المتوسط الميدان رقم ستة يكون قريب جدا علشان يبعد المسافة بين المدافع التاني بتاعنا وبين المهاجم اللي مفروض هتحرك له وقت استرامل الكورة المسافة الطويلة دي بتسمح للمدافع بتاعنا ده انه يكون عنده مساحة اوسع للتدرج بالكورة علشان وقتها هيجبر واحد من نص الملعب انه يطلع عليه علشان يقابله في المساحة الكبيرة دي ويمنعهم من التقدم وبالتالي اصبح عندنا لعب حر كل ده كان ضروري وجود فيه اتنين بقدرات جيدة بالكورة زي احمد حجازي ومحمد عبد المنعم ولكنه للأسف ما حصلش وشوفنا في معظم الاوقات انه محمد عبد المنعم واحمد حجازي قريبين جدا من بعض لدرجة انهم كانوا بيتحركوا مسافات طويلة جدا علشان يقابلوا بعض ويسترموا الكورة من بعض في مسافات صغيرة مش بس كده كنا بنلاقي محمد النيني كمان قريب منهم بشكل كسيف جدا وبالتالي بيبقى هم نفسهم خلقين زحمة عن نفسهم ومسهلين مهمة الاتنين المهاجمين بتاع منتخب مزنبيق في عملية الضغط والترحيل على السلاسي وبالتالي وجدنا مشاكل مش بسيطة في عملية الخروج بالكورة مضاف الى ذلك انه نزول حمدي فتحي او نزول محمد صلاح ما كانش هو الحل ابدا لانهما كانوا بينزولوا في مسافة بعيدة عن اللي كان منتخب مزنبيق وعايز دفع عنها فالاستلام او الاستحواز في الاماكن اللي من الشكل ده ما بيسببش ادنى مشكلة اطلاقا لمنتخب مزنبيق وطبعا احنا اكدنا على انه فيه ضعف في البكين الطرف عندنا في عامات التدرج بالكورة بواحد ضد واحد وبالتالي منتخب مزنبيق بشكل شبه كامل عزل وعجز منتخب مصر عن خلق فرص طوال احداث المباراة تقريبا وبالتالي ما قدناش نخلق فرص بكسافة والفرص اللي خلقناها كلها كانت معظمها فرص بتروح بالصدفة او باخطاء فردية معتادة من منتخبات الافريقية